السلام عليكم متابعين الكرام علامات وأعراض المحسود والمصاب بالعين وعلاج ذلك ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمون بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات أود أن أعرف كيف يمكن للمسلم أن يفرق بين المصائب التي يكون سببها الحسد والمصائب الأخرى التي لا علاقة لها بالحسد فمثلا لاحظت أنه قد حصلت لي سلسلة من الأحداث في الفترة الأخيرة التي لا أجد لها تفسيرا كحادث سيارة وأمراض ودخول مستشفيات وعدم تمام ما أعمله على الشكل المطلوب لم يكن ذلك الحال يصاحبني من قبل قال للبعض بأني محسود ولكن كيف لي أن أعرف ذلك وأنا لا أعرف حتى من حسدني هذا على فرض أن هناك حسدا أو عينا فعلا فهل هناك طريقة علمية وواضحة للتفريق بين الأشياء النابعة من الحسد عن غيرها وكيف يمكن علاج الحسد من دون معرفة الحسد فإن مما يعين على التفريق بينما كان من المصائب ناتجا عن حسد أو عن غير حسد أن نتعرف على أعراض الحسد والعين فإن أعراض الحسد والعين في الغالب تكون كمراض من الأمراض العضوية إلا أنها لا تستجيب إلى علاج الأطباء كأمراض المفاصل والخمول والأرق والحبوب والتقرحات التي تظهر على الجلد والنفور من الأهل والبيت والمجتمع والدراسة وبعض الأمراض العصبية والنفسية ومن الملاحظ أن الشحوب في الوجه بسبب حباس الدم عن عروق الوجه والشعور بالضيق والتأوه والتنهد والنسيان والثقل في مؤخرة الرأس والثقل على الأكتاف والوخز في الأطراف يغلب على مرض العين وكذلك الحرارة في البدن والبرودة في الأطراف أما أعراض الحسد فيقول عبد الخالق العطار أعراض الحسد تظهر على المال والبدن والعيال بحسب مكوناتها فإذا وقع الحسد على نفس يصاب صاحبها بشيء من أمراض النفس كأن يصاب بالصدود عن الذهاب للكلية أو المدرسة أو العمل أو يصد عن طلق العلم ومدارسته واستذكاره وتحصيله واستيعابه وتقل درجة ذكائه وحفظه وقد يصاب بميل للانطواء والانعزال والابتعاد عن مشاركة الأهل في المعيشة بل قد يشعر بعدم حب ووفاء وإخلاص أقرب الناس وأحبهم له إلى آخر ما ذكر من أعراض والحاصل أن الحسد والعين داءان يعرفان بمعرفة أعراضهما وطريق التداوي منهما بالرقية الشرعية كقراءة الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة من قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى نهاية السورة وقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون القلم الآية 51 والإخلاص والمعوذتين وبعض الأدعية النبوية ققوله صلى الله عليه وسلم أعيذك بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام وقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك تقرأ مباشرة على المريض وتقرأ على ماء ليغتسل به ويشرب هذه في حالة عدم معرفة العائن أما إن عرف العائن فيؤمر بالاغتسال أو الوضوء ثم يغتسل منه المصاب كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فأغسلوا وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنهما قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين والله أعلم لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك